وصباح نوم مشاهدينا وطبعاً زي ما عاودتكم دايماً هنبتدي بنصيحة اليوم ونصيحة اليوم النهاردة هي طبعاً لها دعوة برضو بالإصابات اللي احنا دايماً بتحصل بسبب يا إما معرفناش إمتى مثلاً نوقف وقت مثلاً ما كنا منعمل رياضة معينة فتسببت لنا في إصابة أو عملنا تمارينات لوحدنا في الأول ومعرفناش إن احنا نزبط التكنيك بتاعنا من غير ما نستعمل طبعاً حد إنه يرشدنا ويساعدنا في الحاجات دي من قبل ما نبتدي رحلتنا الصحية فمن المهم جداً حتى لو حصلتنا إصابة مهم جداً إحنا نفضل نوازم برضو على التمارين ولكن في بقية العضل اللي ممكن نركز عليه من غير ما نوصل لحتة مثلاً لو وجعنا كتفنا ممكن نشتغل على الجذع وممكن نشتغل برضو على رجلينا من تحت فمن المهم جداً وإحنا من نحاول إن إحنا الإصابة دي تخف نحاول دايماً نفضل موظبين لإنه ده بيكون برضو من الروتين اللي إحنا بنكون فيه فمش عايزين نوقف كمان الروتين اللي إنتوا إرادة بتدته أوكي؟ يلا بينا؟ دلوقتي زي ما قلنا كل التمارينات اللي هنعملها النهاردة مفهود إنها تبقى مفيدة لكل الناس ولكن طبعاً لو فيه إصابة معينة عندكم أو عملتوا عملية في الرجبة مهم جداً إن إنتوا تاخدوا الأوكي من الدكتور قبل ما تبتدوا تعملوا أي حجم الحاجات دي أوكي؟ يلا بينا دلوقتي أول حاجة هنبتدي بيها هي حاجة بسيطة وهينا إن إحنا هنبتدي على الأرض وبعدين حواليكم إزاي هنطلع على الستاب وبعدين هنطلع على البنش أوكي؟ دلوقتي عايزين نبتدي بحاجة اسمها السبلت سكواتس فأنتوا لو متابعيني هتعرفوا البوزيشن هنبقى كأننا في لنج عايزين يبقى رجلينا لقدام تقريباً هي اللي وغدة اكتوق لكله وكل ما منطلع لقدام بضهرنا كل ما منشتغل أكتر على البلودز كل ما منبقى فردين ظهرنا كل ما منشتغل أكتر على الكواتس أوكي؟ فتلوقتي عايزين إحنا نشتغل أول على الكواتس فعايزين يبقى ظهرنا مفروض سنة شدين الجذب يبقى شهيق لتحت زفير لفور طبعاً مهم جداً كمان إنه رجلينا يبقوا بعادة عن بعض يبقى hip distance ما يبقوش وراء بعض يأما هتحسوا بخلل في التوازن شهيق زفير ويبقى الهيل زي ما انتوا شايفين وراء ما تبقاش قريبة من الأرض دايماً تبقى بعيدة شهيق لتحت زفير لفور وآخر ثلاثة واثنين واحد طبعاً كل تمرين بنعمله مهم جداً قبل ما نعمل أي حاجة من التمرينات دي إنه إحنا دايماً نسخن العضلة برضو وآخر ثلاثة واثنين واحد دلوقتي عايزين إنه إحنا ندي break للقواتس بس المرة دي عايزين نشتغل أكتر على البلوتس فهنبتدي إنه إحنا نعملها من جمب لجمب هنعمل ال lateral lunges بنسميها فهنروح للجمب نرجع ال hips لورا نطلع لقدام بظهرنا ونرجع تاني ونعمل نفس الحاجة الناحية التانية ونرجع في النص طبعاً ظهرنا يفضل مفروض بس طالع لقدام بنرجع ال hips بتاعتنا الورا خالص وزي ما أنتو شايفين رجلي اللي اتنين يبقوا اللي اتنين على الأرض ما بطلعش على التوز بتاعي واخر اتنين واخر واحد دلوقتي من هنا عايزين إنه إحنا بردو نشتغل على الكابز بتاعتنا لأن من المهم جداً نحنا نفهم كل العضلات اللي في الجزء السفلي ودي من كل ما نقويها أكتر كل ما تساعد على إنها تشيل الحمل من على الرجلة اوكي يلا بينا دلوقتي هنطلع الأول على التوز لفوق خلص طبعاً حاولوا أن أنتو تطلعوا على قد ما تقدروا وتنزلوا بالراحة لما بطلع بحاول أن أنا مطلعش ال heels بتاعتي لبرة بطلع وبنزل خط واحد وبشد الكابز بتاعتي نبدل شدين الجزء طبعاً كل التمارينات دي كلها بعد طبعاً انفقر عايزاكوا تحاولوا تعملوها لو معاكم دمزلز تبتدوا أن انتو تتقلوا أكتر وأكتر كل راوند وآخر اثنين وآخر واحدة مرحباً حسنين لذلك من هنا عايزين أن احنا نشتغل على الحامسترينغ VR يعني إحن الأول بلشنا بالقوات builds وعاملناrafts وبعدين عاملنا جلواknownい وبعدين عملنا طبعاً عملنا . يبقى هنطلع له قدام هنرجع الهيبس بتاعتنا الورى شهيد زفير لما نطلع له قدام حاول ما نطلعش يبقى الهيبس لقدام خالص عايزين يبقى في خط واحد يبقى شهيد نحس بيها في الهامسترينجز في الرجل اللي احنا وقفين عليها ودي بس موجودة علشان البامنس حاول نريتش قدام كأن في حد بيحاول يشدنا من ايدنا ورقبتنا شمال بس ما اتنية سنة واخر تلاتة اخر اتنين واخر واحد بعدين التانية واخر تلاتة اخر اتنين واخر واحد حاجة ان احنا نعملها بالراحة لو عندنا اصابة او لسه صحين او اي حاجة من الحاجات دي دائما كل حاجة تحاولوا تعملوها ان انتوا تفكروا في العضلات بدل ما بس تعملوا الحركات شهيق وزفير طبعا كل ما بتخلوا العضلة نفسها تمشي بالراحة اكتر وتفضلوا عليها اكتر كل دا ما بيصعب بردو التمرين حتى من قبل ما تضيفوا اي اوزان واخر اتنين واخر واحد يلا بينا دلوقتي عايزين ننزل على الارض على ادينا وركبنا ومن هنا عايزاكم ان انتوا تطلعوا رجليكم تبقى لفوق هنا بس من غير ما نحاول نعمل ضهرنا ولتحت عايزين ضهرنا يبقى مفهود يبقى الجذع مجدود جامل واكتر حاجة ما نركز عليها هي البيوكس يبقى شهيق لتحت زفير لفوق نبطل شدين مشتوا رجلينا نحط البالنس على ايدينا الاثنين واخر اثنين واخر واحد بعدين الرجل التانية واحد دايما نخلي نبقى بتمأن راسنا تبقى في نفس الخط مع ظهرنا من بقاش منزلين راسنا لتحت او مطلعين راسنا لفوق وآخر اثنين وآخر عاد من هنا برضو ممكن نعمل نفس الحاجة بس نطلع على البنش فنشتغل على البلوت لأنه عضلة البلوت فيها ثلاث عضلات فلازم نشغل كل واحدة فيهم نزيل نطلع على البنش هنا يبقى هناخد ايدينا هنا أو ممكن برضو تحطوا ايديه كل اثنين حتى للبالنس احسن للتوازن وهناخد من هنا هنحط كل الوزن على ربتنا اللي على البنش أو على الكنبة حتى نمسك بأيدينا الاثنين عايزين نطلع رجلينا لفوق ناخدها الناحية الثانية لفوق وننزلها لتحت نفس الحاجة نحاول ان احنا ما نخليش ظهرنا ينزل لفوق أو يطلع لتحت يفضل مفروض لأن احنا مركزين بس على البلوت ورجلينا كمان عضلات رجلينا كلها مشدودة وبطننا والجذح كله مشدود معاني واخر اثنين واخر واحدة نعمل نفس الحاجة من ناحية الثانية هنحط تانية ايدينا زي ما هي ناخد رجلينا لفوق فوق ولتحت فوق للجنب لأنكم بترسموا رينبو من فوق لتحت من فوق للجنب واخر اثنين واخر واحدة عبد من هنا عايزين بردو ان احنا نرجع تاني نشتغل على القوات بتاعتنا فعايزين ان احنا نعود هنا نحط الانكل بتاعتنا على الأرض ونطلع لقدام كده هيحطنا في الوزيشن الصح ان احنا ننزل نعمل البلغيريان سبيت سقوات بنسميها برجلينا ممكن يئما تبقوا على يئما تبقوا على رجليكم من فوق حتنزلوا لتحت وتطلعوا لفوق وإتس أوكي انه رجبتكو تطلع سنة لقدام مش لازم تكون فوق الانكل على طول ممكن تطلع سنة لفوق ونطلع لفوق شهيط لتحت سفير لفوق وآخر اثنين وآخر واحدة ونطلع نعمل الرجلة التانية ونعمل نفس الحاجة وحاولوا ان انتوا ما ترجعوش الرجلة التانية ورا يوم ما يكونوش ورا بعد دايما تبدو مساحة للهبس بتاعتكم واخد ثلاثة واثنين وواحد طلوقتي كل التمرينات دي بردو ممكن تعملوها وانتوا طبعا رجليكم على البنش بدل ما تكون فوق لانها بتكون أسهل وأسهل فتبتدوا الأرض الأول على الأرض بعدين على البنش وبعدين على البنش وبعدين على البنش ترجمة نانسي قنقر